بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلهي الدين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى علم أن المؤمنين يعانون كثيرا من التحديات ويلاقون كثيرا من المشكلات في هذه الحياة الدنيا فلذلك أحتاج إلى عون رباني من عند الله سبحانه وتعالى فأعانهم الله بجندين من جنوده هما الصبر والصلاة ويجمعهما الصادان كما يقول بعض المفسرين فالصبر والصلاة جندان من جنود الله قوى بهم المؤمنين ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة هذا الصبر هو حلية الأنبياء وهو عدة المؤمنين وهو أخ اليقين فالصبر يقضي على جند من جنود إبليسة هو جند الشهوات واليقين جند من جنود الله يقضي على جند من جنود إبليسة وهو جند الشبهات وإذا جمع الإنسان بين الصبر واليقين نال الإمامة في الدين كما قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون والصبر ثلاث شعب هي الصبر عن معصية الله والصبر على طاعة الله والصبر على أقدار الله فالصبر عن معصية الله ينقسم إلى ثلاث أقسام بحسب مستواه فمنه الصبر عن المعصية بحيث لا تدور في خلد الإنسان ولا يهتم بها ولا يلتفت إليها أصلا ولا تأخذ حيزا من تفكيره ولا من مقته وهذا أعلى المستويات وهو مستوى الأسمى ومستوى الحفظ الذين حفظهم الله من المعاصي والمستوى الثاني من مستويات الصبر عن معصية الله هو الصبر عليها ثابعا تخطر على البال ويقع فيها التفكير تأخذ حيزا من التفكير ولكن لا يواقعها الإنسان لأن الحاجز الذي بينه وبينها حصين وهو برهان الله الذي رآه يوسف عليه السلام لو لا أن رآه برهان ربه وهو نور الإيمان في قلب المؤمن يحول بينه وبين واقعة المعصية والقسم الثالث أو المستوى الثالث ومستويات الصبر عن المعصية هو الخروج منها بعد الوقوع فيها بالتوبة والإنابة والندم وكذلك الصبر على الطاعة ثلاثة أقسام الصبر عليها قبلها بالإعداد لها والاستعداد والعزيمة والصبر عليها في أثنائها بالإخلاص وحبس النفس عليها والصبر عليها بعدها بعدم إبطالها بالمبطلات المتأخرة ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وكذلك الصبر على أقدار الله ثلاثة مستويات منه الصبر المقتضي للرضا أن يرضى الإنسان عن كل ما أتاه من ربه فيرحب به كما قال عروة بن الزبير عندما بطرت رجله ومات ولده وعبد الله وهو أحب أولاده إليه رفع يديه إلى الله وقال أيمونك لئن أخذت لقد أبقيت ولئن ابتليت لقد عافيت ودون هذا الصبر بالاستسلام لحكم الله لأن الإنسان يعلم أنه لا راد لقضاء الله ولا دافع له وليس له أي حيلة إذا نفذ قدر الله سبحانه وتعالى فحينئذ يستسلم لأمر الله والدرجة الثالثة من درجات الصبر على أقدار الله هي لأدب مع الله والحياء منه بأن لا يستعظم الإنسان أي شيء على الله فيعلم أن الله هو مالكه إنا لله وإنا إليه راجعون نحن ملكون إلا ونحن جميعا راجعون إليه هذا الصبر كان صفة الأنبياء الكرام وقد رباهم الله عليه وختمهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأخذ بالصبر والمصابرة فقد قال الله خاطبه الله والمؤمنين معه بقوله يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تهلحون وفي العهد المكي رباهم الله على الصبر ثلاثة عشرة سنة لم يدفعوا عن أنفسهم ولم يكسروا صنما ولم يقتلوا رمزا من رمز الشرك وإنما صبروا على الأذى واحتسبوا في ذات الله سبحانه وتعالى ولذلك قال الله في ذلك قل للذين آمنوا ويغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أوثق الناس بوعد الله وأوثق الناس بضمان الله سبحانه وتعالى فلذلك كان صبره قويا في كل الأوقات حتى قال لأبي بكر الصديق عندما جاء المشركون ينظرون إليهما في الغار قال له قال أبو بكر لو نرى أحدهم عند قدمه لرآنا فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وهكذا في كثير من المشاهد عندما أتاه خبابهم الأردت وهو متوسد برده في ظل الكعبة فقال يا رسول الله لا تستنصروا لنا لا تدعوا لنا لا ترى إلى ما نحن فيه قال إنه كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المشار على مفرقه فيهرق به ما دون عظمه من جلد ولحم ثم يفرق به بفرقتين ثم يؤتى بعمشاط الحديد فيمشط بها ما دون عظمه من جلد ولحم لا يصده ذلك عن دينه ووالذي نفس محمد بيده ليتم أن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من الصلعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله وذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صبرا جميلا كما أمره الله وصبر لربه ولربك فاصبر وذلك من أول ما أنزل عليه في سورة المدثر فصبر كل المواجهات وكل ما أوجه به من القول والفعل والأذية وحتى التكاليف فهذا القرآن الذي أنزل عليه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يحوج إلى الصبر فصبر له رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في بداية الأمر إذا نزل عليه القرآن يحاول مباشرة عند سماعه أن يستعيده فيحرك به لسانه فنهاه الله عن ذلك فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرناه هتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وقد قال البخاري في صحيحه حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شبهته فهذا التحريك هو الذي نهاه الله وضمن له أن يجمع له هذا القرآن في صدره فكان ذلك كافيا عن هذه المعالجة ولذلك قال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علم هذا الصبر مدرسة رسخها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المؤمنين ويحتاج إليه المؤمنون في كل العصور وبالأخص في زماننا هذا الذي نعيشه وقد تكالبت فيه الأمم وعلى هذه الأمة وكثرت مشكلاتها فعدتها الصبر واليقين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير